بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثاء وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير جاءت هذه الآية في سورة الحجرات بعد أن نهى الله جل شأنه المؤمنين عن السخرية بغيرهم وبينهم ونهاهم عن التنابز بالألقاب وما عطف على ذلك من اتباع الظن السيء والغيبة والنميمة قال بعد ذلك يا أيها الناس أوجه الخطاب للناس وقبل يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا وهذا فيه تذكير بأن مرجع الناس كلهم إلى أصل واحد آدم وحوى من ذكر وأنثاء من نفس واحدة كما قال الله جل شأنه الله يذكر الناس بأن أصلهم واحد وأنه لا فرق بين عربي وأعجمي ولا أسود ولا أحمر ولا أبيض هذا تمهيد لقوله جل شأنه إن أكرمكم عند الله أتقاكم الأول خبر صدر هذه الآية خبر يا أيها الذين آمنوا إنا خلقناكم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثاء ثم بعد هذا الذكر والأنثاء بعد آدم وحوى بث الله هؤلاء البشر ذرأهم في الأرض وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يعني الغرض الأصل من هذا أن يتميز الناس بعد أن يعرف هذا فلان ابن فلان من القبيلة الفلانية من الجماعة من العشيرة من الفصيلة من القوم الفلانيين حتى يكون التعارف والتعارف هنا فسير بمعنين المعنى الأول يعني أن حتى يكون هذا بمنزلة الوصف الذي يبين هذا من هذا وهذا وهذا من هذا وهذا ليعرف هذا أنه من كذا وهذا من كذا فقط لمجرد التمييز والمعرفة كما لسمه لماذا يسمى عبد الله وعبد الرحمن ومحمد وزيد ليتميز عن غيره إذا نودي وليعرف حتى في البيت الواحد كذلك الدائرة الأوسع لتعارف هذا التفسير الأول والتفسير الثاني ليكون أدعى إلى أن يعرف الناس بعضهم بعضا ويكون الأنس بينهم ويكون التصاهر بعد ذلك ونحو ذلك أن يتعارف إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارف شعوب أوسع من القبائل هذا عند البعض وقال بعض أهل العلم شعوبا يعني عند غير العرب وعند العرب قبائل ونحوهم ونحو ذلك على كل حال المراد هذا التصنيف وهذه الأقسام وهذه الأسماء التي تجمع شعوبا وقبائل لتعارف طيب هل العربي أفضل من غيره هل الذي من القبيلة الفلانية أفضل من الذي من القبيلة الفلانية أو أفضل من الذي لا يعرف نسبه لا إذلك جاءت هذه الجملة بعد ذلك إن أكرمكم عند الله أتقاكم هذا هو الحكم عند الله من أكرم الناس ولذلك سؤل النبي عليه الصلاة والسلام فيما خرجه بعض أهل السنن من أكرم الناس قال أكرم الناس أتقاهم لله أتقاهم لله مطابقة للآية مطابقة للآية وهذا حصل كثير في أحاديث كثيرة عند أهل السنن وغيرهم ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام تأكيد هذا المعنى لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى وأحاديث جاءت بهذا المعنى كثيرا إذن هذه القاعدة إن أكرمكم عند الله أتقاكم ما هو ميزان التفاضل ليس بين الناس فقط الناس يتعاملون بالظاهر وهذا الذي أمرنا كما قال عمر منكل السرائر إلى الله لكن الميزان الحقيقي عند الله الذي يعلم ما في القلوب الميزان هو التقوى إذنك جاء في الحديث مخرج صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظروا إلى قلوبكم بالأفضل آخر ما تعمدت قلوبكم إذن المعول على القصد وهذا لا يطلع عليه إلا الله جل شأنه نعم قد تظهر بعض القرائن كدلالة بحسب قوتها وضعفها لكن ما يعلم حقيقة ما في القلب إلا الله جل شأنه لكن نتعامل بالظاهر والله جل شأنه جعل المفاضلة حقيقية بالتقوى ولذلك هي وصية الله هذه هي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وهي الوصية الجامعة وهي الوصية الفخر والشرف إذا سمعتها وقيدت لك فافرح بها وأذعل فإذا قيل لك اتق الله فاخضع لله جل شأنه وقل الله اجعلني من المتقين ثم انظر لنفسك هل أنت جانبت التقوى أم لا هل هو الأصل وهذه القاعدة إن أكرمكم عند الله يدخلكم طيب ما باللنسب هل هو مأمور بحفظه نعم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم ما هو ما تتفاخرون به بينكم لا إذن الحفاظ على النسب من أعظم ومن أكبر والمقصد الرئيس فيه أن تكون اللحمة التي أمر الله بها مراعاة الرحم والقربة الواقع أن الناس يتميزون يعرف بعضهم بعضا وهؤلاء يعرفون ولا يختلطون بحيث لا يتميز قوم عن قوم كما قال الله لتعارفوا لكن باعتبار الأمر من الله الأمر الشرعي الأول الأمر الحكم الوضعي وأما الأمر الشرعي فهو ما هو؟ تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم إذن هذه الفائدة إذا أردت أن تعرف وتحفظ النسب فليكن بهذا القصط طاعة لله جل شأنه في أن ترعى هذه الرحم وثبت عنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فيما رواه جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه والحديث خرجه البخاري في الأدب الحديث عند البخاري في الأدب المغرد وهو صحيح قال عمر منظر مطابق لقول النبي عليه الصلاة والسلام لكن فيه فائدة أيضا قال رضي الله تعالى عنه تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم وَإِنَّهُ لَيَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَأَخِيهِ شَيْءٍ يعني من ما يقوم في النفس وإنه لَيَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَأَخِيهِ شَيْءٍ فإذا عرف علقته بالرحم ولو أنه عرف ما يربطه بالرحم ما يكون بينه في الرحم لكان هذا أدعى أو قال لأوزعه عن انتهاك حرمته يعني حرمة الرحم وهذه نعم عند العقلة يدركون هذا أنه إذا كان بينك وبين شخص شيء وجد في نفسك عليه أو كذا أو أوقع الشيطان شيء إذا عرفت أن بينك وبينه صلة ترتبط بالرحم التقوى تأمرك أن تراعي الرحم وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام الرحم معلقة بالعرش وسألت الله جل شأنه واللهما صل من وصلني واقطع من قطعني وهذا ثبت في الحديث المخرج والصحيح إذن بهذا المعنى ما تصلون به أرحامكم والأصل كما تقدم إن أكرمكم عند الله يدخاكم ولذلك لهذه الآية وجملة من الأحديث التي تبين أننا سواسية ولا فضنا لأحد على أحد إلا بالتقوى ذهب جماعة من العلماء إلى أنه لا يشترط وإلى أن الكفاءة فيه النكاح غير مشترطة وذهب آخرون إلى أنها معتبرة لماذا؟ لأن هذا واقع حصل في الناس فهو مربوط بالضرر مربوط بالضرر هم الذين أحدثوا مثل هذا وقع فيهم فالذي يقول أن لا يهمني ويقتحم الأمر ويفعل ويترتب عليه قطيعة رحم أخرى من جانب آخر هنا مسألة مصالح ومفاسق طيب هذا الذي مثلا أيها الناس الأصل أنهم يعرفون أن سابعهم لكن للشروب والخوف وللانقطاع والانفراد ونحو ذلك من أسباب طلب المعيشة والابتعاد والانفصال حصل عند كثير من الناس بل أكثر الناس بل عند أكثر الناس أنهم ما عادوا يهتمون لعمود النسب ومعرفة النسب البعيد وهذا ليس مربوطا به حكم وهذا لا يرتبط به حكم أصلي في هذه القضية إلا مسألة معرفة النسب لصلة الرحم لكن هذا الذي فرط يعني هذا الذي لا يعرف عمود نسبه ولا يعرف إلى أي قبيلة ينتسب لا ضرر عليه ولا تثريب ولا إثم وهو سواه مع جميع الناس ولا يتميز مع الناس ولا يتميز الناس عنه إلا بالتقوى لكن إن كان فرط إن كان فرط في تطلب النسب بما يقوم بالواجب وهم حفظ الرحم وعدم قطيعة الرحم فهذا يكون تثريطه يؤخذ على هذا الجانب الذي فرط فيه وإلا فإن الناس سواسع إذن بعض الناس وهذا الداعي لهذا الكلام أن بعض الناس يأخذون طرفين إما طرف أنه يغالي ويبالغ ويجعل النسب يمايز بين الناس ويكون ارتكاب الأمر المنهي عنه من التنابس بالألقاب ومن السخرية ومن التعال كبر على الناس وهذا باطل وهذا من الشيطان وبعض الناس يذهب إلى أنه ينسف مسألة النسب وأنه لا قيمة له أبدا وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وما ثبت عن الصحابة وما جاء في القرآن أيضا في مواطن يدل على أنه مطلوب أن الإنسان يعرف حقاربه يعرف أرحامه يعرف آباءه حتى يرتبط وينوي القربة حتى ولو كان يرتبط حتى ولو كنت ترتبط مع فلان في الجد السابع هذا رحم والرحم الذي أمر الله بصلته ضابطه أن يكون بينك وبين هذا الشخص التقافي رحم سواء في الجد والجدة أو أبو الجد أو جد الجد أو ما فوقه وإن على كل هذا ارتباط بالرحم إذن مسألة لضبط النسب أيها الإخوة ومعرفة النسب مسألة مرتبطة بالشريعة حتى يعرف الناس انسابهم ويتواصلون وحتى يكون هذا أدعى إلى ردم القطيعة وعدم الانفراد والتجمع وهي جزء جزء من الجماعة القبرى الإسلامية والرابطة واللحمة الدينية لكن إن فسدت هذه اللحمة في الرحم وأصبحت عصبية فهذه التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال دعوها فإنها منتنك حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي در لما وقع في شيء جبل شيء أمر لا يريد قصده لكنه وقع منه قال إنك مرء فيك جاهلية إذن لا ينظر الإنسان إلى غيره لأنه أفضل منه وأنا من القبيلة الفلانية أو أنا من البلد الفلاني أو أنا من الشعب الفلاني أو من العنصر الفلاني فضلاً عن أن يقول أنا من الجنسية الفلانية أو من المكان الفلاني أو من القطر الفلاني أو المنطقة الفلانية كل هذه أسباب شيطانية يتسلل بين المؤمنين والمتحابين ليوجد القطيع بينهم ويوجد العداوة التي أمر الله جل شأنه أن نقطعها وأن نسد بابها وأن نلتحم بلحمة الإيمان وشرف ذلك التقوى ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اعننا على صلة أرحامنا واجعلنا من الموفقين المباركين اللهم اكفنا شر التفاخرين والتعصبين إلا لدينك والإيمان وفيك اللهم اجعلنا من أوليائك وحزبك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنوا اللهم اصلي على محمد شكر الله لكم حسن وعزاته اللهم اشتركوا في القناة